بسم الله الرحمن الرحيم أيها الشعب المصري السيد في الوطن السيد السلام عليك ورحمة الله وبركاته أتوجه لك بهذا الحديث بعد سنوات عصيبة مرت بها بلادنا التي تكتاز اليوم مرحلة حرجة من تاريخها مليئة بالتحديات ويأتي على رأس هذه التحديات توطن خطر الإرهاب الأسود في مصر وترد أوضاع الشعب المعيشية التي تزداد سوءا يوما بعد يوم فضلا عن تآكل قدرة الدولة المصرية على التعامل مع ملفات الأرض والمياه وإدارة موارد الثروة القومية وعلى رأسها المورد البشري وما حدث كل ذلك إلا نتيجة سياسات خاطئة حملت قواتنا المسلحة وحدها مسؤولية المواجهة دون سياسات رشيدة تمكن القطاع المدني بالدولة من القيام بدوره متكاملا مع دور القوات المسلحة لاستئصال هذه الأمراض الخبيثة من جسد الدولة المصرية وما يمكن لهذا التمكين أن يحدث دون نظام سياسي واقتصادي تعددي يحترم الدستورة والقانون ويؤمن الحقوق ويؤمن بالحريات ويحافظ على روح العدالة وعلى قيم النظام الجمهوري الذي لا يقوم إلا بتقاسم السلطة بين مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية نظام سياسي واقتصادي لديه القدرة على إدراك فلسفة العصر قادر على إدارة التنوع والاختلاف ويحترم إرادة وكرامة الشعب الذي هو عماد الدولة ومصدر السلطات أيها الشعب السيد في الوطن السيد إنني أعلن أمامك اليوم أنني قد عقدت العزب على تقديم أوراق ترشحي لمنصب رئيس الجمهورية إلى الهيئة الوطنية للانتخابات وفق ما هو معلن من قواعد ومواعيد تنظيمية فور انتهائي من استفاء إجراءات لا بد لي كرئيس أسبق لأركان حرب القوات المسلحة المصرية من استفائها وفقا للقوانين والنظم العسكرية وإنني إذ أتصدى لآداء هذا الواجب التاريخي لإنقاذ الدولة المصرية التي هي دولة البشر قبل أن تكون دولة الحجر فإنني أدعو جموع الشعب المصري لتتحمل معي نصيبها من المسؤولية وتأكيدا مني لهذا المبدئ الهام الذي لن تقوم مصر من كبوتها إلا بتفعيله وأعني به المشاركة في تحمل المسؤولية وإذ لا تنفصل المسؤوليات عن الصلاحيات فإنني أعلن أنني قد كونت بالفعل نواة مدنية لمنظومة الرئاسة تتكون من السيد المستشار حشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات نائبا لي لشؤون حقوق الإنسان وتعزيز الشفافية وتفعيل الدستور والأستاذ الدكتور حازم حسني الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة نائبا لي لشؤون الثورة المعرفية والتمكين السياسي والاقتصادي ومتحدثا رسميا باسمي إنني أثق في أن جموع الشعب المصري صاحب السيادة ستستقبل إعلاني هذا بكل الأمل والرجاء وأدعوها للتعبير عن إرادتها الحرة بالاستمرار في تحرير نمازج التأييد لترشحي كما أدعو مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية للوقوف على الحياة بين جميع من أعلنوا نيتهم الترشح ولعدم الإنحياز غير الدستوري لرئيس قد يغادر منصبه خلال شهور قليلة فهو منذ الآن مجرد مرشح محتمل بين مرشحين آخرين عاشت مصر حرة أبية يزهو بها التاريخ الإنساني بين الأمم وعاش شعبها كريما متحضرا ترفرف راياته خفاقة في العالمين وعاش جيشها مجسدا لمعاني الشرف والتضحية والفداء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر